منحت هيئة تنظيم الاتصالات ترخيصا لشركة تكنولوجيا المعلومات ستارلينك لتقديم خدمات الأقمار الاصطناعية وخدمات الانترنت وبذلك تصبح مملكة البحرين الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمنح مثل هذه الترخيص لخدمة ستارلينك وذلك بما يحافظ على مكانة المملكة كأحد الأسواق الرهيدة في مجال الاتصالات في العالم حيث تتيح لستارلينك تقديم خدماتها للمستهلكين في مملكة البحرين والمنطقة بأكملها يشار إلى أن ستارلينك هي خدمة أقمار صناعية جديدة مبتكرة تستخدم شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض بما يوكنها من توفير خدماتها في جميع أنحاء العالم للمستهلكين في المنازل والشركات وكذلك في السفن والطائرات بسرعات توازي سرعات إنترنت الألياف الضوئية الفايبر اشتركوا في القناة